أضرب لكم مثالاً مما يدرس في علم المستقبليات هناك معطيات تشير إلى أن واقعة في مستقبل منظور ستقع هنا يأتي علم المستقبليات كي يضع الاحتمالات للكيفية أو للطريقة أو للهيئة أو للوضعية التي ستقع من خلالها تلك الواقعة يأخذون بنظر الاعتبار الزمان وخصائصه المكان وخصائصه الظروف الموضوعية التي يمكن أن تكون قريبة من تفاصيل هذه الواقعة وماذا ينتج عنها؟ كل واقعة لها عدد من الاحتمالات ربما يوجد لها احتمالان وربما يوجد لها أكثر أضرب لكم مثالاً الدوارات الدوار الذي تلتقي عنده أطرق النقاط التي تفترق منها أطرق وتلتقي عندها أطرق هناك دوار تتفرع منه أربعة طرق وهناك دوار تتفرع منه ثلاثة طرق وهناك دوار تتفرع منه ثمانية طرق في بعض الدول التي سافرت إليها شاهدت شاهدت دوارات تتفرع منها طرق أكثر من هذا الذي ذكرته إذا أردنا أن ندرس مستقبل حركة سيارة اتجهت إلى الدوار نحن لا ندري إذا ما وصلت إلى الدوار فهل تعود في الطريق نفسه الذي جاءت منه أم أنها تذهب في طريق آخر إذا كان الدوار تتفرع منه أربعة طرق إذن هناك احتمالات أربعة قد تكون بعض الاحتمالات ضعيفة مثلا الطريق الذي جاءت منه هو متفرع من الدوار أيضا احتمال ضعيف جدا أن تعود السيارة في هذا الطريق الذي وصلت من خلاله إلى الدوار هناك طريق مسدود نهايته مسدودة ملامح السيارة ملامح راكبها ملامح سائقها تقول إنه ذاهب إلى العمل هذا الطريق المسدود ليس فيه من دائرة حكومية ليس فيه من سوق بعيد جدا أن يذهب في هذا الاتجاه مع وجود الاحتمال طريق يذهب إلى مناطق سكنية وطريق يذهب إلى الأسواق والشركات والدوائر الحكومية الاحتمال الأكبر أنه سيذهب باتجاه الطريق الذي يشتمل على الأسواق والشركات والمصانع ومحال للعمل مع وجود الاحتمالات في جميع الطرق الطريق الذي جاءت منه السيارة يمكن أن تعود فيه يمكن أن يدور حول الدوار ويعود في الطريق نفسه لكن المعطيات المتوفرة لدينا تقول من أن الرجل ذاهب إلى محل عمله مع وجود كل تلك الاحتمالات فنأخذ كل احتمال وندرسه على حدة وندرس نقاط القوة ونقاط الضعف وندرس الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في الموضوع ونعطي أحكاما ونتائج هل بإمكاننا أن نغير في مجرى مستقبلي حركة هذه السيارة أقول نعم ولكن بنسبة إذا شخصنا المسار يمكننا أن نضع بعض العوائق في طريق السيارة قد نؤخر وصولها وقد يؤدي ذلك إلى حادث يؤدي بتدمير السيارة وبقتل راكبها وقد وقد ولكن هناك احتمال من أن راكب السيارة على درجة من الذكاء والخبرة بأمور الحياة وبمعرفة طريقه يستطيع أن يتجاوز كل ذلك وهناك احتمال إلى أننا سنكون فاشلين في إعداد المقدمات ومن أننا لا ندرك الوقت فإن سرعة حركة السيارة تفوق سرعتنا في العمل إلى غير ذلك من الأمور هذا مثال تقريبي إذا كان الدوار يتفرع منه على سبيل المثال عشرة طرق فهناك احتمالات بعدد هذه الطرق وهكذا الوقائع التي تدرس في علم المستقبليات وفقا لنظرية البدائل المستقبلية إنه تطبيق محدود لقانون البداء من هنا قال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنه ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبداء هذه معارف أهل البيت لو أننا نحيط علما بأسرار معارفهم لغيرنا واقعنا لكننا ماذا نصنع لمراجع الشيعة الذين داسوا على معارف أهل البيت بأحذيتهم وذهبوا يرقضون وراء النواصب علم المستقبليات في زماننا صار علما من أهم العلوم الستراتيجية للجيوش وللمؤسسات الاقتصادية الكبيرة وللدول العظمى لعظمة هذا العلم لا يتحدثون عنه كثيرا في الإعلام إنهم يحتفظون بأسراره السبب أن المعلومة صارت هي الأغلى في زماننا وعلم المستقبليات يعتمد على المعلومات قطعا يعتمد على المعلومات الصحيحة يعتمد على المعلومات الدقيقة كلما كانت المعطيات وفيرة وكلما كانت المعلومات دقيقة كلما استطاع عالم المستقبليات أن يصل إلى النتائج التي تكون في حالة هي أقرب ما يمكن أن يكون عليه المستقبل مع هذه البرمجيات الألكترونية العظيمة فإن عملية أنمذجة المستقبل صارت متاحة لدارسي علم المستقبل أخذوا يصنعون نماذج للمستقبل لمستقبل العالم أخذوا يصنعون نماذج لمستقبل الحياة وبشكل تفصيلي وأخذوا يسألون هذه النماذج وهي التي تعطي الإجابات أين هم وأين نحن أهل محمد وضعوا لنا نماذج المستقبل في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لكننا نحن الذين رفسنا كل ذلك بأحذيتنا أتحدث عن كباري مراجعي حوزة الطوسي الذين يقضون حياتهم في البحث في شؤون ثقوب في أسفل جسم الإنسان هم حائرون بتلك الثقوب عقولهم حائرة بتلك الثقوب ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها وما هي المواد التي تخرج منها هل هي مواد سائلة هل هي مواد صلبة وما درجة الصلابة تلك وهل تخرج المادة الغازية منها أهلا إلى غير ذلك من عميق العلم الذي داخوا فيه ودوخ الشيعة معهم المجلدات والمجلدات في المكتبة الشيعية الموسوعات الفقهية الكبيرة يقضون أعمارهم في تأليفها وهي هراء في هراء لا تخرج عن دائرة هذه الثقوب إنه دين الزروف دين نا دين الزروف ثقوب في جسم الإنسان نحن حائرون بهذه الثقوب هذا هو علم حوزة النجف وكربلا في الوقت الذي معارف أهل البيت أسرار ثقافة أهل البيت لا يفقهون منها شيئا وداسوا عليها بأحذيتهم لماذا؟ لأن علم الرجال النحصبي يرفضها ماذا تتوقعون من وسيلة تستجلب من النواصب وتحكم بحديث أهل البيت ماذا تتوقعون منها؟ هل ستقدم للشيعة حديث أهل البيت في أجمل صوره أم أنها ستمحق حديث أهل البيت هذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي ولكنكم يا أيها الشيعة لا تعقلهون ولكنكم يا أيها الشيعة لا تسمعون لماذا؟ لأنكم ديخيون 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 أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ماذا أجيب الأسماء؟ لا أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب؟ على شنو مستعجب؟ قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبة إليها؟ قال توصل أطمئنن تركبهم يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة كيف تستعجب؟ موش داها قلية تركب؟ يعني قلاغة أهميشيني مثل ما قلاغة أهميشيني كيف تقول أهميشيني كيف تقول أهميش؟ فقوش ديخ عربيق فقوش ونص عباسك كنا على سفا وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء على سفا قال تركب مثل ما فقبتنا وغاية ديخ لا معلم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة حينما نيمم أنظارنا إلى حديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة ثلاثمية وستين للهجرة الطبعة طبعة أنوار الهدى هم المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة وستين بعد المئة لن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها لأنني سأضطر إلى شرحها ولم يبقى عندي الكثير من وقت الحلقة وإنما سأذهب إلى العبارة التي أحتاجها بالضبط فيما أتحدث عنه الحديث الأول بسنده عن المفضل ابن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فعندها توقع الفرج صباحاً ومساء متى فعندها عند هذه الأوضاع عند هذه الظروف التي نحن نعيشها الآن الإمام الإمام هكذا يقول أقرب أقرب ما يكون هذه العصابة العصابة المجموعة من الناس المجموعة القليلة فالشيعة قلة في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهم قلة في زماننا أيضاً بالقياس إلى سائر الذين يقولون نحن مسلمون وبالقياس إلى سائر الأديان الأخرى الشيعة قلة حتى في زماننا هذا أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى إذا افتقدوا حجة الله فنحن نفتقده فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه ما هو حالنا الآن هكذا أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه ميثاق الله بالنسبة لمراجع حوزة النجف وكربلاء هو باطل لأنهم نقضوا بيعة الغدير الدليل كيف يفسرون القرآن يفسرون القرآن ومنذ الطوسي وتفاسيرهم موجودة يفسرون القرآن بخلاف تفسير العترة الطاهرة كيف يستنبطون الأحكام يستنبطون الأحكام بخلاف منهج العترة الطاهرة يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج الشافعي منهج العترة الطاهرة هو منهج لحن القول منهج المعاريط وهم لا يفقهون شيئا منه لأنهم لن يستطيعوا أن يفقهوه لرفضهم لأكثر من تسعين بالمئة من حديث العترة الطاهرة فكيف يدركون معاريض الكلام وهم ينكرون هذا المقدار من حديث العترة وكيف يدركون لحن القول وهم لا يفسرون القرآن بتفسير العترة إنما يفسرون القرآن إما بآرائهم وإما بآراء نواصب سقيفة بني ساعدة المنهج قطعا جاءوا به من نواصب سقيفة بني ساعدة إنه المنهج العمري فهذه الرواية لا تتحدث عنه إنما تتحدث عن الذين صاروا وبقوا واستمروا أو فياء ببيعة الغدير ولبيعة الغدير هؤلائهم أصحاب الميثاق مر علينا في الرواية أيضا حدثنا بها المفضل عن إمامنا الصادق حديث الرايات المشتبهة من الذي ينجو حينما تتكفأ السفينة بالشيعة لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة حديثهم واحد الدستور واحد القانون واحد أصل معارفهم واحد أصل الدين واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرض ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها فعندها توقع الفرج صباحا ومساء إلى آخر الرواية موطن الشاهد هنا فعندها توقع الفرج صباحا ومساء الحديث الذي بعد هذا الحديث بنفس المضمون هناك حديث في صفحة الحادية والستين بعد المئة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض إنها الولاية والبراءة ووالي من كنت توالي الميزان في كل هذا فاطمة نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها وذلك هو مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله تلاحظون أن الحقائق كلها تقودنا إلى نتيجة واحدة بيعة الغدير هي الميزان وهي الأساس إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرجة وانتظر الفرجة صباحا ومساء الإمام هنا ما قال لنا توقع قال انتظروا هذا أشد من التوقع حينما يقال لنا توقع هناك احتمال كبير أن يتحقق الفرج لكن حينما يقال لنا انتظروا سيتحقق الفرج فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرجة صباحا ومساء فعندها توقع الفرجة صباحا ومساء هذا التوقع هل هو توقع مبني على الخيال هل أن أئمتنا يتحدثون بهذا المنطق ويوجهوننا أن نتوقع على أساس الخيال أن نتخيل أمورا ووفقا لهذه الأمور التي نتخيلها نتوقع الفرجة نتيجة لذلك هذا كلام سخيف حدثتكم عن علم المستقبليات إنما حدثتكم عن علم المستقبليات كي أقول لكم إن الحلم يفكر بهذه الطريقة فهل نأتي ونفكر بهذه الطريقة السخيفة أن نبني أن نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على أساس الخيال أو أن نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على أساس المنامات والرؤى على أساس المكاشفات على أساس حسابات أرقام على أساس هراء يقوله هذا الصوفي أو ذلك المتنبأ حتى وإن صدق في بعض تنبؤاته نحن نتحدث عن مسألة خطيرة نتحدث عن إمام زماننا نتحدث عن مصيرنا الأخروي فضلا عن المصير الدنيوي لهذه الحياة فحينما يأمرنا أئمتنا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء إنهم لا يأمروننا ولا يوجهوننا إلى أن نبني توقعنا على خيالات أو أن نبني توقعنا على منامات أو على تنبؤات لهذا المتنبئ أو ذاك أو على حسابات لا نملك أساسا علميا قطعيا لمعرفة نتائجها إنما هي مصادفات رقمية اتفاقات رقمية لا قيمة علمية لها ولا ثمن لها في سوق الحقائق تنتشر على الفضائيات وعلى المواقع الألكترونية وفي الفيديوهات على اليوتيوب والناس ترتبط بها وهي لا حقيقة لها أئمتنا حين أمرونا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء إنما أرادوا منا أن نبني توقعنا هذا على جهتين الجهة الأولى الجهة العقائدية الوجدانية وهذه أصلها الحب والشوق والعشق والمودة والارتباط بإمام زماننا أما الجهة الثانية إنها المعطيات الصحيحة المعطيات الحقيقية مثلما عرضت لكم جانبا منها في مجموعة هذه الحلقات لقد عرضت لكم ما عرضت من المعطيات الحقيقية التي يريد منا أئمتنا أن نبني توقعنا المستقبلية على أساسها هذا هو السبب الذي جعلني أفصل القول في الكثير من المعطيات وعلى سبيل المثال وعلى سبيل المثال في علامة حائط مسجد الكوفة نذهب إلى فاصل توقعوا الفرج صباحا ومساء هذا هو الذي يريده منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التعامل والارتباط مع المشروع المهدوي لا مع إمام زماننا مع إمام زماننا نحن عبيده والعبد وما في يده لمولاه إنما الحديث عن ارتباطنا بمشروعه وعنوان حلقاتنا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذه ملامح التعظيم التي أتحدث عنها توقعوا الفرج صباحا ومساء هذا هو الارتباط بالمشروع المهدوي هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما قلت لكم هناك جهتان على أساسهما نبني توقعنا الجهة الأولى جهة عقائدية معنوية وجدانية بالضبط مثل ما جاء في هذه الزيارة الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة إمام زماننا التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين إلى آخر الزيارة الشريفة ماذا جاء فيها جاء فيها هذه العبائر التي تنبئ عن الذي أتحدث عنه فلو تطاولت الدهور أتمنى أن تتدبر معي في هذه الكلمات أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر وهذه قراءة وعبادة في الوقت نفسه وعلم أيضا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم نحن نحتاج إلى التفهم في العلم وإلى التدبر في القراءة وإلى التفكر في العبادة كما يقول سيد الأوصية فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار إنني أخاطب بقية الله أخاطب صاحب الأمر إمام زماني فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار تمادت امتدت فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار امتدت طويلا كثيرا لم أزدد فيك إلا يقينا يهبق يتالله لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليه إلا توكلا واعتمادا هذه علاقتي مع إمام زماني دقيق النظر فيها فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يفترض في الشيعي أن يكون هكذا حقيقيا هكذا يفترض فيه لكننا لسنا كذلك نحاول أن نتمسك بأهداب هذه المعاني نحاول أن نلتصق بقشور معانيها هذا هو الذي نستطيع يا كميل الأمير يقول يا كميل القلوب أوعية 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 مختلفة وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا هذه علاقة بإمامي أما علاقة بمشروعه ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد ولجهاد بين يديك إلا ترقب فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك أتعلمون أن هذا في زمان الغيبة هذا الكلام يرتبط بزمان الغيبة لأن الذي يرتبط بزمان الظهور يأتي بعد ذلك فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة إن أدركت فهانذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مراد إلى آخر الزيارة الشريفة هذا المقطع يتحدث عن مرحلة الغيبة وعن مرحلة الظهور وعن مرحلة الرجع في مرحلة الغيبة هذا الكلام سأقرأه عليكم فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقين ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا هذه علاقة مع إمامي أما مع مشروعه ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقب جهاد بين يديك في زمان الغيبة قطعا المصداق الأعلى بين يدي اليمان هذا هو المصداق الأعلى ما قبل اليمان ما حدثتنا الروايات الشريفة عن جهاد أولياء صاحب الأمر أن يعلنوا وأن يبلغوا دين الله سرا وعلنا هذا هو الذي حدثتنا عنه أحاديثهم الطاهرة ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي هذا في زمان الغيبة فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا يعود بنا إلى أهل زمان غيبته الذين هم أفضل من أهل كل زمان لماذا لأن الله تبارك وتعالى هذا كلام إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابلي الرواية بتفاصيلها موجودة في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ماذا يقول إمامنا السجاد وجعلهم جعل هؤلاء بمنزلة بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هم لا يجاهدون بالسيف وإنما جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو الجهاد الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة فأنا لا أشرح لكم الزيارة باللغة أو بما يجول في خاطري أنا أشرح حديثهم بحديثهم حينما يتحدثون عن الجهاد في عصر الغيبة فإنهم شرحوه لنا في هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي في زمن الغيبة صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة هذا عصر الظهور مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة فهاء أنذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك لاحظوا في زمن الغيبة لم يأتي ذكر للشهادة التي تكون بسبب القتل والقتال لأن الجهاد مثل ما شرحته لكم في الرواية عن إمامنا السجاد من أنهم دعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو الجهاد المهدوي في زمان الغيبة الشريفة إلا إذا اضطر الإنسان أن يدافع عن نفسه ذلك شأن آخر هذه حالة اضطرارية من هنا جاءت الروايات والأحاديث من أن الجهاد لن يكون إلا مع الإمام المعصوم هذه قضية واضحة في ثقافة العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض فيها فهي بحاجة إلى تفصيل في القول فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فهانذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي أيضا هناك قتل وقتال لأننا نتحدث عن الرجعة وهناك شهادة في مرحلة الظهور بينما في مرحلة الغيبة ليس هناك من إشارة إلى ذلك مثل ما قال إمامنا الباقر في حديث الرايات المشرقية أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر استبقى إنه جهاد عمل تضحية المضامين واحدة في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم في فتواهم في أحكام الجهاد في كل شيء منظومة واحدة ألا لعنة على منهج الطوسي ألا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلاء إنه المنهج الذي يمزق أحاديث أهل البيت يدمر زيارات أهل البيت ألا لعنة على ذلك المنهج القذر النجس أتحدث عن منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء إنه منهج التفسير عندهم ومنهج استنباط العقائد عندهم ومنهج استنباط الفتاوى والأحكام عندهم ألا لعنة على منهجهم هذا هو منهج العترة الطاهرة هذه ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل توقع الفرج صباحا ومساء توقعنا يبنى على جهة عقائدية وجدانية تشدد رباطنا وتشدد علاقتنا وتؤكدها مع إمام زماننا الحجة بن الحسن هذا الجانب الوجداني يكون مدعما بالثقافة العقائدية التي جئتكم بمثال منها مما جاء في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يمكننا أن نتلمس هذه الحقيقة في كل زيارات صاحب الأمر وفي كل أدعية الفرج دعاء الندبة مثلا تتجلى هذه الحقائق فيه بشكل واضح وصريح إذن كل ذلك يمثل الجهة العقائدية الوجدانية التي على أساسها نبني توقعنا هذه الجهة الأولى الجهة الثانية المعطيات الحقيقية المعطيات الصحيحة التي بيّنها لنا محمد وآل محمد في قرآنهم وفي حديثهم من هنا جاءت وصية رسول الله أن نتمسك بالإثنين معا بالكتاب وبالعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي الحقائق كل الحقائق في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وليس في قرآنهم المفسر بتفسير الطوسي أو بتفسير الطبرسي أو بتفسير الخوعي أو بتفسير السستاني أو بتفسير الوائلي هذه التفاسير تفاسير ضلال هذه تقود أصحابها إلى النار تفسير القرآن عند محمد وآل محمد فقط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم من هم الراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المعطيات نأخذها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثل ما شرحت لكم الزيارة التي هي زيارتهم شرحتها لكم بحديثهم الذي هو كلامهم منهج الأئمة هو هذا وحينما قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا هم يقصدون هذا أن نفهم كلامهم بكلامهم ولكن ضمن الضوابط والقواعد التي وضعوها لنا لا أن تكون القضية جزافية من دون موسوعية ومن دون فهم عميق في مضامين الأصول التي وضعوها لنا هم قالوا علينا الأصول وعليكم التفريع علينا أن نفهم أما الأصول العميقة التي وضعوها لنا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إذن الجهة الثانية التي نبني عليها توقعنا المعطيات الصحيحة التي وصلتنا منهم من خلال قرآنهم ومن خلال حديثهم وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا لا أننا ننام ونرى مناما من أي نوع من أنواع المنامات التي يراها الناس ونبني على هذا المنام التوقع الذي يحدثنا أئمتنا عن أئمتنا لا يدفعون بنا إلى المنامات أئمتنا يدفعون بنا إلى العقل وإلى العلم وهذه موازين التقييم عند محمد وآل محمد يقيمون الناس من الرجال والنساء على أساس ما عندهم من عقل وعلى أساس ما عندهم من علم أئمتنا حين يقولون أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا الروايات هو علم والفهم عقل موازين الأئمة هي هذه الروايات تصنف تحت عنوان العلم وأما الفهم يصنف تحت عنوان العقل الدين هو هذا يدور مدار العقل والعلم المعطيات لابد أن تكون ضمن هذا المدار وضمن هذا السياج وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا لا وفقا لكلام فوال هنا أو فوالة هناك لا وفقا لكلام جاهل يظهر نفسه أنه عالم وكثيرون هؤلاء يظهرون لكم إما من الفضائيات أو على الإنترنت أو على المنابر في المساجد والحسينيات إن كانوا يعتمرون العمائم السوداء أو البيضاء أو أنهم لا يعتمرونها يتحدثون وقد سبقت أسماؤهم بحرف الدال دال نقطة يعني الدكتور أنا لا أفهمها كذلك أنا أفهمها بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية دتشد بنك هذه دال نقطة أنا أفهمها هكذا خصوصا أولئك الذين يظهرون على الفضائيات السيستانية والشرازية يسبقون أسماءهم بحرف الدال هم يقصدون الدكتور الدكتور بالنسبة لي حينما أسمعوا كلامهم فلا أجدوا للدكتورة أثرا أقول إذن هذه الدال تعني دتشد بنك يعني أغبى الأغبياء يعني أثول الثولان هذا هو الذي نقصده في ثقافتنا الشعبية العراقية حينما نقول عن شخصا من أنه دتشد بنك إنه أغبى الأغبياء فهذه الدال هكذا تعني على الأقل من وجهة نظري دال نقطة يعني دتشد بنك هذا هو الواقع الشيعي فماذا نصنع له واقع سيء واقع محبط واقع فاشل إلى أبعد الحدود أعود إلى كلامي من أننا لابد أن نبني توقعنا على جهة عقائدية وجدانية وعلى جهة تمثلها المعطيات الصحيحة التي وردتنا عنهم لا أن نبني أسس ثقافتنا الشيعية من خلال ما نأخذه من نواصب سقيفة بني ساعدة كما يفعل مراجع النجف وكربلاء كما يفعل وكلاؤهم خطباؤهم فضائياتهم كتبهم علينا أن نلتزم بقانون إمام زماننا طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا قبل قليل حدثتكم عن علم المستقبليات وكيف يجمعون المعطيات الدقيقة لأي موضوع يريدون دراسته كي يصلوا إلى نتيجة قد تكون صحيحة بدرجة مئة بالمئة أو ما يكون قريبا من هذه النتيجة وهؤلاء يعملون للدنيا وهؤلاء يعملون في كثير من أعمالهم في خدمة المشروع الإبليسي نحن ماذا عمل مراجعنا في هذا الاتجاه مراجع النجف وكربلاء أجهل الناس بإمام زمانه وأجهل الناس بشؤون إمام زمانه الدليل الفضائيات المنابر الوكلاء الكتب الأجوبة على الأسئلة التي توجه إليهم بهذا الخصوص موجودة على مواقعهم الألكترونية من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل وقد عرضت لكم من الحقائق والوثائق عرضت الكثير والكثير من ذلك في مختلف برامجي فماذا أنتم فاعلون ماذا أنتم فاعلون هما مساران مسار التعظيم ومسار التقزيم وصار واضحا لديكم صار واضحا لديكم ما المراد من التعظيم وما المراد من التقزيم التعظيم هو مسار العقل والعلم مسار معارف محمد وآل محمد أما التقزيم فهو مسار السفاهة والحماقة إنه مسار مراجع النجف وكربلاء وهم يرتكسون في العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن معنى توقع الفرج صباحا ومساء هو إدراك مستقبلي وفقا لعقيدة وجدانية ووفقا لمعطيات صحيحة هذا هو علم المستقبليات في ضوء ثقافة العترة الطاهرة وبإمكاننا أن نصل إلى دقيق النتائج لكننا ماذا نصنع مع هذا الواقع المهترئ والمخترئ من الخر إنه واقع مهترئ ومخترئ هذا الواقع صنعه لنا مراجع النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجاف نذهب إلى فاصل الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة من سورة الزمار والتي بعدها أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما أنزل إلينا علم محمد وآل محمد صلوات الله عليه في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو أحسن ما أنزل إلينا وأحسن ما وصل إلينا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ظهور القائم يكون رحمة على أناس ويكون عذابا على أناس أين معز الأولياء ومذل الأعداء وظهور القائم وصفته الآيات ووصفته الروايات بأنه سيكون بغتة وهذه الآية في هذا السياق لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل إنني أتحدث بالإجمال لأن وقت الحلقة قد انتهى كي أجعل ختام حديثي في هاتين الآيتين واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كما قلت لكم أحسن ما أنزل إلينا علم محمد وآل محمد قرآنهم المفسر بتفسيره وحديثهم المفهم بتفهيمهم اتبعوا هذا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتان إنه قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتان وأنتم لا تشعرون انتبهوا أنتم في أي مسار في مسار التعظيم أم في مسار التقزيم إذا ذهبتم وراء مراجع النجف وكربلاء فإنكم ذاهبون في مسار التقزيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتان وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله جنب الله هو الإمام هم يقولون لست أنا الذي أقول يد الله عين الله جنب الله وجه الله هو الإمام أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كنت لمن الساخرين كنت أسخر من إمامي كيف أسخر منه أن أتبع أناساً جهلاء نصاب من نصاب الشيعة على أنهم نواب له وهم لا يحسنون الكلام وهم لا يفقهون شيئاً ولا يعرفون شيئاً عن إمام زمانه ولا يعرفون أسرار أسرار شؤون غيبته وظهوره فكيف نصبهم نواباً عنه هذه سخرية بإمام زماننا أن تتبع هؤلاء الأغبياء أن تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر يمثلون أولئك السفهاء في النجف وكربلا هذه سخرية بإمام زماننا القرآن هكذا يقول لكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مراجع النجف هل يتبعون قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ماذا تقولون أنتم أخاطب الذين يعرفون الحقيقة لا شأن لي بالدخيين الذين لا يفقهون شيئاً وخاطب الذين يعرفون الحقيقة مراجع النجف خطباء المنبر خطباء النجف وكربلا هل يفسرون القرآن وفقاً لتفسير علي وآل علي أم أنهم يذهبون وفقاً لمناهج التفسير الناصبي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مراجع النجف مراجع النجف بالضبط يناقضون هذا المنهج بدرجة مئة بالمئة فإذا كنتم تتبعونهم فأنتم على منهجهم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا شكرا